إسرائيل التي تقصف غزة ولبنان وتغتال وتصادر الأراضي وتبني المستوطنات تحيل نفسها في لحظة إلى ضحية هكذا صارت اليوم قاعة المحكمة العليا الإسرائيلية مسرحاً سياسياً لليمين وممثليه في الكنيسة الذين هرعوا إلى المحكمة احتجاجاً على جلسة لنقاش الإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة عضو الكنيسة ألموك كوهن من حزب القوة اليهودية يقول داخل أروقة المحكمة إنه لن يسمح بالإفراج عن الجثمان حتى لو سمحت المحكمة بذلك قضى الشهيد وليد دقة 38 عاماً في غياهب السجون الإسرائيلية بعد اتهامه بمقتل جندي وفارق دقة الحياة في أبريل الماضي جراء مرض السرطان والإهمال الطبي في السجون منذ ذلك الحين تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه كورقة ضغط في أي مفاوضات القضاء ترحوا أسئلة ليس سهلة على الطرفين واضح أن الملف ليس سهل ومع هذا إدعاءاتنا القانونية متينة وكل أمل أن يطلع قرار في الفترة الأريب الجال سياسة احتجاز الجثامين من قبل السلطات الإسرائيلية لم تكن تسري على الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية لكن قراراً واحداً للكابينت أبقى على جثمان دقة محتجزاً وحكم على عائلته باستمرار المعاناة يخافون من الأسرى أحياء ويخافونهم أموات ينتقمون منهم وهم على قيد الحياة ثم ينتقمون من عائلاتهم عبر احتجاز جثامينهم فهل يمكن للمحاكم الإسرائيلية ولو في بعض الأحيان أن تنصف عائلات فلسطينية كل ما ترغب به هو موارات جثامين ذويها الثرى؟ إيمان جبور قناة الغد من أمام محكمة العليا في مدينة القدر